هلو 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 اجن درسنا اليوم عن COD COD HAVE إليه كمام تنقل COD HAVE و COD A SHOULD SHOULD HAVE كمام تنقل SHOULD HAVE AND SHOULD A WOULD AND WOULD HAVE كمام نقول WOULD HAVE AND WOULD A COD A SHOULD A WOULD A يعني في حال انت سامعوا مع الطراب تعرف انه YES, SOME PEOPLE DO PRONOUNCE HIM THAT WAY لان ابتدي بالمعاني كلنا بنعرف COD هي PAST لكلمة CAN يعني كأني عمقول يستطيع استطاع يقدر قادر لان استعملنا بجملة I COD JUMP THAT HIGH أكيد جملنا الموجود هان كلها POSITIVE عندي 3 جمل وعندي 3 جمل هني أسئلة لكن عم نقول I COD JUMP THAT HIGH يعني أنا قادر أقفز بهالعلو هدا هلا شو الفرق بين I COD JUMP THAT HIGH I COD HAVE JUMPED THAT HIGH اوكي لكن إلا هان أنا قادر أقفز بهالعلو هدا I COD HAVE JUMPED THAT HIGH أنا كنت قادر أقفز بهالعلو ينا عم نحكي عن حدث هو بالPAST كأنه حدا ليش ما أقفز انت وهو أقفز لا أنا مفي ضرورة لأنه أنا I COD HAVE JUMPED THAT HIGH أنا كنت قادر أقفز بهالعلو بس ما كان بدي أوكي بها المعنى طيب I WOULD HELP THEM يعني أنا سوف ساعدهم رح ساعدهم I WOULD HAVE HELP THEM أنا كنت قادر كنت رايد صاري أنا كنت رايد ساعدهم بمعنى أنه أنا كنت قادر ساعدهم بمعنى أردت كنت رايد أني يعني كنت أريد أن أساعدهم بها المعنى I SHOULD BUY A NEW CAR لازم اشتري سيارة جديدة I SHOULD HAVE BOUGHT A NEW CAR أنا كان لازم اشتري سيارة جديدة لكن واضح دائما هانا عم نحكي نحنا والجمل كتير واضحة ولكن هانا الجمل حاولت كل شي للماضي I COD HAVE يعني COD HAVE JUMPED THAT HIGH أنا كنت قادر أقفز بهالعلو I WOULD HAVE HELP THEM أنا كنت رايد وقادر ساعدهم I SHOULD HAVE BOUGHT A NEW CAR كان لازم اشتري سيارة جديدة لكن إذا بتلاحظوا كل هالثلاث جمل عم يحكوا عن شي بالماضي طيب ننتهي للناغرف I COULDN'T JUMP THAT HIGH أنا ما كنت قادر أقفز بهالعلو لكن نفس الجمل بس عم بستعمله بطريقة ناغرف I COULDN'T JUMP THAT HIGH ما كنت قادر أقفز بهالعلو هادا I COULDN'T HAVE JUMPED THAT HIGH أنا ما كنت قادر أقفز بهالعلو هادا OK I COULDN'T HAVE JUMPED ما كنت قادر إني أقفز بهالعلو I WOULDN'T HELP THEM OK أنا مش يعني مني كنت راح ساعدهم I WOULDN'T HAVE HELP THEM لم أكن لي أساعدهم OK يعني واضحة الفكرة OK طيب I SHOULDN'T BUY A NEW CAR أنا ما لازم اشتري سيارة جديدة I SHOULDN'T HAVE BOUGHT A NEW CAR ما كنت لازم إني اشتري سيارة جديدة بمعنى ما كان لازم اشتريت سيارة جديدة ما كان لازم أن اشتريت سيارة جديدة OK لكن قلنا I WOULDN'T HELP THEM OK و I WOULDN'T HAVE HELP THEM لم أكن لي أساعدهم و I SHOULDN'T BUY A NEW CAR يعني أنا ما لازم اشتري سيارة جديدة عم بحكي بهاللحظة هايدي لحظة الحديث I SHOULDN'T HAVE BOUGHT A NEW CAR ما كان لازم اشتري سيارة جديدة و كأنه طبعا المقصودة إني اشتريت سيارة هلا و كأنه في ندم I SHOULDN'T HAVE BOUGHT A NEW CAR ما كان لازم اشتري سيارة جديدة هلا نفس الجمل ولكن بالأسئلة Could you jump that high Could you jump that high قادر تقفز بهالعلو Could you have jumped that high انت كنت قادر تقفز بهالعلو آآ و كان فرق بين قادر تقفز بهالعلو و كنت قادر انت تقفز بهالعلو لك اللي هم نحكي عن شي صار بالماضي Would you help them بتساعدهم سوف تساعدهم أوكي Would you have helped them هل كنت ساعدتهم أو هل كنت لتساعدهم أوكي Would you have helped them Should I buy a new car لازم اشتري سيارة جديدة عم بتساعد Should I buy a new car آآ ينبغي انا اشتري سيارة جديدة Should I have bought a new car كان لازم انا اشتري سيارة جديدة عم بيصال سؤال كان لازم اشتري سيارة جديدة Should I have bought a new car أوكي بعتد من ال could could have should should have and would would have كتير مهمين بيستعملوا باللغة والحياءة تلميز كتير بيدوعوا بيستعملوا بتمنى هالفيديو كان وضح الأمور كلها و طبعا لانت فيك تعيد و ترجع تسمع الشرح اللي عم بشرحه أوكي if you have any questions or comments you know what to post them okay in the comment section and I'll be more than happy to answer any and all of your questions so until I make another video you guys take care of yourselves and we'll be talking real soon bye bye for now